ترجمة نانسي قنقر لأطر موحدة لعمل أجهزة النيابات العامة وللدعاء العام تحقيقا لأهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمبادئ التي أرساها أصحاب الجلال والسمو حفظهم الله ورعاهم من أجل توحيد ومقاربة النظم والمناهج في المجالات كافة وكذلك إلى استكمال منظومة التعاون القضائي بناء على قواعد ثابتة وملزمة لأغراض مكافحة الجريمة وضمان حقوق الأفراد والحفاظ على مقدرات ومصالح دول المجلس وفي جانب تحديث وتطوير أدوات النيابات العامة أشار النائب العام في كلمته إلى أهمية استخدامات الذكاء الاصطناعي وأدعاء إلى وضع قانون استرشادي موحد للذكاء الاصطناعي في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتضمن القواعد الحاكمة لضبط الاستخدام من الناحية التقنية يجتمل في محتوى على القواعد والخصائص اللازمة لاستيعاب أعمال القضاء والنيابة العامة ضمن تطبيقاته من ناحية أخرى أجرى النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع مباحثات في العديد من الموضوعات كما تم استعراض تجارب النيابات والادعاء العام في إطار تبادل التجارب الناجحة واكتساب الخبرات ترجمة نانسي قنقر